ورد في صحيفة الجزيرة وفي عدة منصات عالمية عن مفاد لوسائل إعلام حزبية في يوم السبب أن الحزب المهيم في إغليم تيجراي الشمالي بإيثيوبيا رشح المتحدث باسمه غيتاتشو ردة لرئاسة الإدارة الإقليمية المؤقتة التي دعا إليها اتفاق السلام الذي أنها حربا استمرت لعامين في الإقليم وإذ تمت الموافقة على ترشيح غيتاتشو فسيحلم حر رئيس جبهة تحرير تيجراي الدكتور دابريزيون جابري ميكيل الذي قاد تيجراي منذ عام 2018 وإثر ذلك التنصيب قرد رشيد عبدي الناشط السياسي وقيره آخرون على منصة التويتر بأطيب التمنيات لغيتاتشو ردة على توليه قيادة حزب جبهة تحرير تيجراي وتشير الإحصاءات أن عدم وجود حكومة مؤقتة أدى إلى إعاقة الاستجاب الإنسانية في جميع أنحاء تيجراي حيث يوجد الملايين في حاجة ماسة إلى المساعدات وفقا لعملاء الإقاثة مع ذكر عدم دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية والعاملين في المجال الطبي وتفتقر أكالات الإقاثة إلى محاور واضحة وجاء ترشيح قيادة تشوردة بعد أيام من زيارة أنطونيو بلينكان وزير الخارجي الأمريكي الذي أشاد لما أحرز من تقدم في تنفيذ اتفاق السلام وحذر من ضرورة القيام بالمزيد من الأعمال وخلال تلك الزيارة ناقش بلينكان مع جيتاتشو والمسؤولين الإثيوبين أهمية تشكيل الإدارة المؤقتة وبعد ترشيح جيتاتشو ردة رشح الجنرالتس أدقان ممثل جمعية علماء ومهنين تيجراي كنائب الحكومة الانتقالية المؤقتة وليس من الواضح متى يمكن للحكومة الفيدرالية أن تدرس ترشيح جيتاتشو أو متى سيتم تشكيل الإدارة المؤقتة ولم يرد المتحدث باسم الحكومة الإثيوبية لقى ستولو على الفور على طلبات التعليق